جسد كميليين مع حضراتكم أخبارنا النهاردة والزمالك برضو فيما يخص أشرف بن شرقي ورحيل أشرف بن شرقي عن الفريق أشرف بن شرقي وعد نادي الزمالك أنه مع الاحتفال بالدوري مع آخر مباراة للفريق في الدوري واحتفال التدويج بالدوري هبقى موجود واحتفل مع زمالي كل اللاعبين وأنا قلت الكلام ده قبل كده أشرف بن شرقي نموذج لللاعب اللي قده وأخلص حتى آخر ثانية مع فريقه لا لوم عليه راجل حبي يبقى عنده مقابل مالي أكبر راح نادي الجزيرة الإماراتي وخلص حسم أمره بالمناسبة بعض الناس قالت لي كريم أنت قلت قبل كده أن أشرف بن شرقي يقترب من العودة للزمالك دي الناس اللي بتاخد الجملة وتسيب بقى اللي تقال نصا عشان اللي كان سمعني قبل كده وحبي يسمعني تاني أنا قلت أنه أشرف بن شرقي قبل مسؤولي نادي الزمالك قلت بالاسم أنه كان عنده نادي قطري ونادي الجزيرة الإماراتي لو ما وقعش لأحدهما خلال أسبوع حيرجع نادي الزمالك فهو وقع للجزيرة الإماراتي خلاص عشان كان لسه فيه مفاوضات على الأمور المالية وقتها وقال الراجل لمسؤولي نادي الزمالك لو ما وصلتش للرقم المردي مع الجزيرة الإماراتي هاجي نادي الزمالك حتى لو العرض أقل قليلا من عرض الجزيرة الإماراتي بس واضح أنه عرض الجزيرة الإماراتي كان كبير ووافق عليه أشرف بن شرقي فيه النهاية عشان دايما الناس ممكن تاخد الجزء اللي هو كان عايز يسمعه وحبه أنه هو اللعب يختار من الزمالك ويسيب الباقي اللي كان أيضا مهم وهو أنه عنده عرضين واحد من قطر واحد من الجزيرة الإماراتي وقلت نصا أو بالاسم الجزيرة الإماراتي هو أيضا من الأندية التي تفاوض أشرف بن شرقي